أدى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي وعضو المجلس اللواء عيد الروس الزبيد اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك مع كبار قيادات الدولة وجموع المصلين في العاصمة المؤقتة عدن وأكد مستشار وزير الأوقاف الشيخ صبري فرتوت على مكانة عيد الأضحى في الإسلام والمعاني الربانية التي تحملها هذه المناسبة الدينية المباركة من شهر ذي الحجة التي جعل الله فيها للمسلمين عيدا عاما لإظهار وحدتهم ونبذ الفرقة والشقاق وشدد خطيب العيد على أهمية استلهام دروس وعبر هذه الأيام المباركة في تعزيز تلاحم ووحدة الأمة والتواصي بالحق والصبر والتعاون على البر والتقوى في ظل الكارثة الإنسانية التي تسببت بها الميليشيات الحوثية العميلة للنظام الإيراني وانتقد خطيب العيد تسييس ميليشي الحوثي الإرهابية للحجة من خلال إطلاق شعاراتها الطائفية الباطنية والمفرقة للأمة إلى ذلك استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي في قصر معاشيقة جموع المواطنين ورجال الدولة وأعضائي في الحكومة وقادة عسكريين وأمنيين وشخصيات نسائية ومجتمعية وتبادل معهم التهاني بالعيد ترجمة نانسي قنقر